اشتركوا في القناة الادب ده هو مادة جديدة علينا او فرع جديدة علينا فحنا عايزين نعرف ايه المكسوب بالادب العربي الادب العربي تهتم دراسة الادب بالتاريخ لحركة الشعر والنسر يبه هم العلماء قسموا مادة الادب تقسيما زمنيا يبدأ بالعصر الجاهلي يبه هو عبارة عن فترة تاريخ بيقرخ بيكتب فترة زمنية محددة لوقت محدد من الاوقات بدأ التأسيم الزمني بداية من العصر الجاهلي ثم العصر الاسلامي ثم الاموي فالعباسي ويضم فيه جنباتي العصر المملوكي والتركي وبعد كده الادب الاندلسي وينتيب العصر الحديث ان شاء الله السنة دي هنبدأ مع بعض كده البداية بتاعتنا بالادب في العصر الجاهلي احنا عايزين نعرف الادب في العصر الجاهلي ليه المسلمين او ليه العلماء اطلقوا على العصر اسم العصر الجاهلي اولا لعدة اسباب انتشار الجاهل والفساد وسوق المعاملات عشان خطر كده كان عصر جاهلي انتشار العادات السيئة مثل وقد البنات انتشار العادات السيئة مثل وقد البنات انتشار الحروب بين القبائل اللي كانت حروب كلها دموية يبا ديت ليه المسلمين والعلماء اطلقوا على العصر دي اسم العصر الجاهلي طيب من مكسوب بالادب الجاهلي الادب الجاهلي الفترة التي سبقت ظهور الاسلام بحوالي قرن ونصف تقريبا الادب الجاهلي فترة قبل ظهور الاسلام بحوالي قرن ونصف تقريبا الادب الجاهلي ده بينقسم الى شعر والى نصر طب ليه العلماء قالونا على ان ده بحوالي قرن ونصف تقريبا لان العصر الجاهلي او الفترة اللي كانت قبل ظهور الاسلام لم تكن عصر تدوين فكل اللي وصل الينا في الفترة دي اللي هو قرن ونصف تقريبا فهي دي كانت فترة العلماء أو الكتاب أو الجماعة بتوع العصر الجاهلي هم عرفوا لما كانوا طريق الكتابة شي بالجذرة العربية وتقسمت أو ما أقسام السؤال اللي بعد كده بيقول لي ما أقسام شي بالجذرة العربية شي بالجذرة العربية دي تقع بلاد العرب في الجنوب الغربي من قرة أسيا وتضم خمسة أقسام هي الحجاز وتهامة ونجد واليمامة واليمن أصل العرب في العصر الجاهلي لما يجي سؤال في الامتحان علشان السؤال بتاع الأدب بيكون سؤال لوحدي ما أصل العرب؟ قال لي أصل العرب بيرجع إلى أصلين اتنين العدنانيون ودول عرب الشمال نسبة إلى عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام القحتانيون دول عرب الجنوب نسبة إلى جدهم قحتان دول أصل العرب اللي كانوا موجودين العرب يتقسموا في الحياة الاجتماعية بتاعتهم إلى قسمين اتنين أهل البدو وأهل الحضر أهل البدو دول تميّدوا بكسرة الترحال والتنقل وراء العجب والماء يبقى البدو دول هما بيتنقلوا من مكان إلى مكان علشان خطر كده الثقافة بتاعتهم بتكون ثقافة جديدة بتكون ثقافة حديثة أما أهل الحضر كانوا دايماً بيشتغلوا بالزراعة والتجارة مما أدى إلى الاستقرار علشان خطر كده أهل الحضر عندهم استقرار فعشان خطر كده عندهم ثقافة أكتر من أهل من؟ من أهل البدو تمام؟ بعد كده لما نيجي نقول العرب دول اتعرفوا دايماً أو كان عندهم شيئاً نبيلة أي شيئاً من نبيلة أو الصفات الجميلة التي تميز بها العرب قديماً؟ أولاً تميزوا بالفروسية الشجاعة الصبر القرم منازلة الأعداء والوفاء والنجدة يبقى دول كانت من ضمن صفات العرب اللي كانوا دائماً وأبداً هما بيتميزوا بها أي المعارف التي برع فيها العرب؟ عندما يجي سؤال كده في الامتحان يقول لي اذكر المعارف التي برع فيها العرب المعارف التي برع فيها العرب علم الفراسة يعني إيه المكسوب بكلمة علم الفراسة؟ اللي هي معارفة صفات الشخص من هيئته يشوفوا كده يتعرف على اللي عنده يتوقع اللي هو موجود عنه يبقى علم الفراسة هو معارفة صفات الشخص من الهيئة بتاعته العرب اهتموا بالأنساب واعتزوا بمأثراتهم بالمأسر بتاعتهم كانوا دايماً العرب بيفتخروا بالنسب زمان برع الأدب وبرع العرب في الأدب في الشعر ومين؟ والنسر ومين المعارف أيضاً اللي هو مين؟ الزكاء بتاعهم يبقى لم يجي سؤال يقول لي تحدث عن معارف العرب اللي كانت موجودة في العاصر الجاهلي نقول عليهم اللي هم التلاتة علم الفراسة تمام؟ وقلنا معارفة صفات الشخص من هيئته اهتموا بالأنساب واعتزوا بالمأثور بتاعهم برعوا في الأدب من حيث الشعر ومن حيث الناس ومن هذه المعارف اللي هي قسرة الزكاء بتاعهم لما يجي النقطة اللي بعد كده بيجي يقول لي تحدث عن الحياة الدينية في الجذيرة العربية إن معظم العرب كانت الحياة بتاعتهم وثنيين كانوا بيعبدون الأصنام أنا قلت معظم العرب يعني إذا مش كل العرب الحياة بتاعتهم كانت حياة وثنيين بيعبدوا دايماً الأصنام بيعبدوا الشمس بيعبدوا القمر في بعض الناس منهم رجع لعقله وفي بعض الناس منهم توصل إلى حقيقة الكون وهذا إن دال يدل على مدى الاعتماد على مين على العقل يبقى إذن الحياة اللي كانت موجودة والديانة اللي كانت موجودة في هذه الفترة اللي هي كانت حياة العرب كلها عامين وثنيين العرب دون الوثنيين كانوا بيعبدون الأصنام والشمس والأمر ولكن بعضهم أعمل عقله فتوصل إلى حقيقة الكون وأن له إلهاً واحداً فابتعدوا عن عبادة الأصنام وسموا وأطلق عليهم بالحنفاء أطلق عليهم بالحنفاء لأنهم دول بقى عندهم البعد عن عبادة الأصنام اليهودية كانت موجودة واليهودية وجدت اليهودية في المدينة والمسيحية وجدت في نجران باليمن تمام؟ يبقى إذن الحياة الدينية اللي كانت موجودة العرب دول كلهم كانوا عايشين في فوضى الفوضى بتاعتهم كانت حياة وسانية اللي عاوز يعبد الشمس اللي عاوز يعبد الأمر اللي عاوز يعبد الأصنام كل واحد كان بمين؟ بتفكيره أو حسب الهواء أو بمزاجه هو تمام؟ بعد ذلك بنقول إنه هم في بعض منهم رجع بالعقله وبقت عنده عقله وتفكير فسموا بالحنفاء أو اطلق عليهم كلمة الحنفاء الفوضى الدينية ملاحظة مهمة جدا من العوامل دي التي مهدت لنجاح الدعوة الإسلامية يبقى لما يجي يقول لي ما العامل الرئيسي في نجاح الدعوة الإسلامية في هذه الفترة نقول الفوضى الدينية لما فيش الناس الناس ما كنش بتاخد الحق بتاعتها فإذا في فوضى الدينية دي ساعد على الاستقرار الديني والاستقرار بعد ذلك الاجتماعي والأدبي والشاعري والنثري في الحياة في هذه الفترة طيب النقطة اللي بعد كده لما يجي سؤال يقول لي ما المقصوده أو عرف بالأسواق الأدبية إيه الأسواق الأدبية دي الأسواق الأدبية دي هي أماكن بيجتمع فيها الشعراء والخطباء والكتاب من قبائل العرب يتبارون فيما بينهم يبقى معنى كلمة الأسواق سوء زي أي سوء كانوا الكتاب بس دي كانوا سوء أدب كان سوء شعراء كل قبيلة من القبائل كانت بتجيب الشعر بتاعها وتعرض الإبداعات الشعرية الجديد عندهم فكانت كلهم بيتعلموا من بعض فكانت الأسواق دي كانت أسواق بينتج فيها كثير من الشعراء بيكون عندهم إبداع فني وإبداع أدبي كبير جدا كانوا كل الناس كلها كانوا بتتمتع به يبقى الأسواق الأدبية عشان لما يجي سؤال كده في الامتحام يقول لي ما المكسوب بالأسواق الأدبية تمام؟ نقول له أماكن يجتمع فيها الشعراء والخطاب والكتاب من قبائل العرب كانوا بيتبروا مع بعضهم يعودوا يتكلموا مع بعضهم كده فيما بينهم من إيه؟ فيما بينهم فيما بينهم أو مع بعضهم من بعض طب إيه يا أشهر الأسواق؟ قال لي من أشهر الأسواق سوق عقاس وذو المجاز ودومة الجندل يبقى أشهر دول أشهر الأسواق طب فيه أسواق تانية آي كان فيه أسواق تانية إيه الأسواق التانية اللي كانت موجودة؟ بس كان من أفضل وأشهر الأسواق يعني من أكبر الأسواق اللي كانت موجودة أسواق عقاس وذو المجاز ودومة الجندل إلى جانب الأسواق التانية أسواق عادية برضو وكان فيها برضو شعراء زي خيبر والحيرة وحضر موت وصنعاء وغيرها وكان لكل منهما وقت معلوم تعقد فيه يعني الأسواق كان لها معاج محدد الأسواق دي كانت لها مكان محدد كانت لها حاجة محددة ما كانش بتتعقد فيه أي وقت أو أي مين أو أي مكان تمام ولكن كان مكان محدد شعراء موجودين كان كل واحد بيتبرى مع الآخر علشان يظهر بالصورة الجميلة ويقول شعر جميل جدا عند هؤلاء الشعراء أو عند الكتاب الشعر اللي عنده أو الأدب اتفاقنا اللي هو في الأول خالص بينقسم إلى شعر وإلى مين وإلى نس وإن شاء الله نكتفي بهذا القدر والحلقة القادمة إن شاء الله نبدأ بالشعر ثم شرح النس وإلى هنا تنتهى حلقتنا انتظرونا في الحلقات القادمة إن شاء الله وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة